ساتورو مكثرة من بعديك لكن زين عاوني وقول لك مرحباية مرة أخرى مرحباية عزيز وصحة شريبتكم مرة أخرى فقط توضيح صغير نحن مريش نكتب وحدنا معنا قيس شقير قيس شقير كي ذا زادا مبعضنا من تفلاته لي وسعادة بالنجاح متاع العمل وسعادة في أنه العمل القارة ويجي كبير عند العائلة التونسية من صغيرها إلى كبيرها لأنه نحن خدمنا أنه يكون العمل يضحك العائلة لكل مشكل ترنش معينة متاع مر اللي هي تقرب لنا ولا يضحك ترنش بتاع الصغار معانتها خدمنا على أنه يكون معانتها العائلة كاملة تتلمع العمل لذين تضحك عليه وكان ذايا معانتها في جزء كبير منه وفقنا فيه حمد وله حمد لذين اللي خدمت عليه من الأول ووصلت له حسنًا يقعد أن رأى في أراء المتفرجين والعائلة التونسية كيف أحمد الصيد مرحبا بك مرة أخرى عايشك عزيز صحة شريبتك دونك أحمد وزين وفيت في رمضان كيفاش يتعادى نهار كمسكو قاعدين نتفرجوا على التالفزة بعد شقعان الفتر ولا ليه والله وقت شقعان الفتر راي نحوطو العائلتي حابو يتفرجوا في سوبر تونسي دونك نحوطو سوبر تونسي يوم بعدين نخرج نخدمه دا يرعنا مونتاج وميكساج دا ودائما زلنا وفي الليل راوح أن نعود نتفرج كفي الدراما فالوجة ورقوج بذاتر نعمل طالب معانا وانتي زين أنا والله الاكثرية نكمل معانتها نشوق فترية نتفرج سوبر تونسي ونخرج معانتها نمشي المونتاج كان ما عنديش منتاج معانتها مش نقض مع مرتي وبنتي نلعبه ولا حاجة دونك ما عنديش بارشة فرجة تفرج مش في الحلقات الكل مش نعاود ان شاء الله بعد رمضان نركش عليهم معانا نتخيل اكيد تخيل على حسب خدمتكم اللي لازم تبدأوا نتبعين نشفما في الساحة الدرامية في تونس لأن احنا متبعين مانيش نتبعين نصون بورصون حتى تعرف انه فما رقوج فما برشة مبثلين قاعدين ياخذوا في اشعاع كبير وفي شكر كبير معانتها على البرفورمانس متاحهم في باب الرزق كيف كيف في فلوجة فامتني اما الفرجة متاع واحد يحط يتفرج في الحلقة كاملة ماذا ذيكا معانتها مبعد والمضانج تبدا في راحة في راحة واحد يدا فيهم روح وعارش ويجاكم وندجا بش نسئلكم كي تتحطوا على عمل تتفرجوا فيه ما نتخيلكمش تتفرجوا كم متفرج عادي ولا كم مواطن عادي باز عندكم وجهة نظر اخرى بعيدة بكل البعد على اي متفرج والله كل مرة انا المود اذاك نختاره ساعات نحط مود متفرج ساعات كي نحب نحط مود متاع كم كوان حلل ونظر وبيني وبينروحي واحد اذاك اما الاكثرية بش متل بش ما معناها ما تشوهش التجربة متاع المتفرج معناها واحد تتلقى واكهو ممكن لما انحط تحليلي واحد وجيه في مخك وكل كيفاش معناها تركز معا ديركسيون داكتور تركز معا ديزاسبي تكنيك في الخدمة الاكثرية كاما تفرج وانتي زين الاغلبية النجمة تتحكم معناها في المود اي الاكثرية انا ديما ان عندي انا سيستيم معين نخدم بيها معناها في الحياة طاعة زيتها ضوما اني الفرجة الاولى تكون كاما تفرج معناها تتاو مثلا نتفرج في نولان جديد ولا في منعرش انا اه تارنتينو جديد فيلم كاذا دونك تفرج دي ما كاما تفرج من بعد هيك الثالثة الرابعة وقتها نولي ونحكيه في انه واحد يتفرج بشي يفهم بشي يحلل بشي ملو ولا انا نحب نعيش المتعة متاع خاطر ان نبديت الحكاية هذي والفرجة هذي معناها نتفرج قبل ما نبدأ نخدم دونك ما نحبش نضيع له بليزير تعني نتفرج ما نحبش نبدأ نتفرج اه والله عمل هذي به يا درشنية يقصد بهذي هكا لان نحب نتفرج نستمتع معناها كايوها الناس فهمتني ومبعد هيك تحليل يجي في وقته في عقله مش هارب معناه فهمتك وشارجوا هني السوبر تونسي السوبر تونسي اللي يشاركوا فيه خاني نقولوا ثلة من الكوميديين التوينس اللي العقيقة موجودين على الساحة على الساحة في في تونس على ساحة الكوميديا ولا على ساحة السينما كيف كيف ولا حتى في المسارح موجودين كما قلت اتي زين كو سينغيس تنتي واحمد ومعاكم قايس شقير الفكرة كيفية جيت اسكو من عندكم انتمو من عند قايس من عند البخوديكشن منين بدات النواة متاع الفكرة الاولانية هو قايس هو الولاني اللي قان نحب نخدمه ان فيلم دو سوبر ايرو معناه عندو حلبة مقبل لانو نخدمه ان فيلم دو سوبر ايرو مالياه فكرة واحد مبعد مع بعضنا انا وقايس وزين نقعدو انطورو مشينا في بارش حكايات معناها ممكن ذايا اللي يتفرجوا فيها العبادية هالفرسيون الرابعة من القصة اللي كنا نحب ونكتبوها اه مع بعضنا ونا ديفلوبي الحكاية الشخصيات اه على شنوه تتمحور معناها التام لانتريك كل شي تطورنها مع بعضنا مالياك الفكرة الاصليا نعملو ان فيلم دو سوبر ايرو تونسي هيا فكرة قايس فكرة قايس ووزين كي تتلمو ثلاثة من الناس بتكتبو عمل كالكو سواء فيلم ولا ان سيت كوم نتخيل اكيد بعيدة شوية على انك يبدأ فما عبد بارك بيالسي قرأي دونك هنين نتخيل فيها انا كمتفرج عادي نتخيل كيفاش انو الاستناغيز تيكتب في الفكرة الناج منتخيلها ميبا اخون تخذ ثلاثة من الناس هل يكتبو كل فكرة بع بعضهم ولا كل واحد يعطي يجيب افكار البعض تختاروا كيفاش تصير العملية بذل نحن نخدمو اه ثلاثة فرد وقت معنى ما فهمش كل واحد ياخد ويكتبهم يجيبهم معناها ولا يجيب افكار والاخر يجيب افكار والاخر يجيب افكار ونختارو من كل واحد لازم فكرة تين معنى نحن نخدموا مبارليل مبععاظنا معنتها لكلنا فرد وقت في اه نفس الوقت مبعاظنا عنتنا نتلمو في البيرو نقضوا مبعضنا على البيسي واحد معناتها نركشوا ثلاثة على البيسي واحد ونخدموا معناتها في انه عنا اليوم مثلا الوبجيكتيف متاعنا انه نلقوا برسوناج اه جديد مثلا اكزامبل اه لازم البرسوناج اذاك كل واحد عتي في افكار كل واحد يرمي معنات اللي عنده في مخه وافكار وكل شيء ولي نحسوها الفكرة اللي تنجم تتمشي معناتها قالها احمد قلت هنا قالها قيس كاذي ذي كان نزيد ونبنيو عليها ينجم احمد يقول حاجة تجيب لي انا فكرة اخرى ما يخير تستيرا معناتها نشاء لنجيول افكار بينها تبعضنا ذيك الفكرة معناها. فهمتك داك انا هكا انتي تتوى تحكيلي قاعد نتخيل فيها معنايا قاعدين انتم تلاتها في بيرو من عشا كاد من عشا عليش تخيلتها واحدة في بيرو ظلم. بيرو البيسي يشعى قدامكم. ظلم باش سمور. عليش ظلم. تعجموا ظلم معنا حتى مشكلة. ونبخوا لفريزان ماكلة ومرنا وفي الصيف كليمانتيزي. واحدة واحدة هكا نتخيل فيها. نتخيل اه اجواء حلوة برشة ونتخيل لازمها عباد تفهم بعضها برشة. باش نجم وتخرجوا. هو لهنا عزيز الفم نقطة مهمة برشة. نحن الكلنا نتفقوا في فكرة انه الكوميديا مجمش يكتبها شخص واحد. مهم. الكوميديا راي تتكتب في مجموعة. تتكتب في اتولي. هذية مش كلميانة. معنات هذية كلم عباد تخدم معناتها عندها ميتين سنوات. وعلى حسب الخبرة زي دا اكزاكتومة اللي خدمتوها انتم ما تزوز كلك سوا في برامج اخرين وغيرهم وغيرهم. معناتها انه مثلا اه هذية الفكرة اللي قلتها لك انه العباد في العالم طويقه يخدمه في ذاته ليه. معناتها مفهمة. ما عادش واحد واحده يقعد يساكر على روحه باب ويقعد يكتب 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 ستة شهور وم بعد يخرج كملت. سيرتوه في الكوميديا. وليت العباد تقعد في واحد يجيب فكرة عباد يطوروها وعباد يجيبوا فكار اه يكتبوا عباد اخرين يكتبوا الديالوج اتستة را انتها ثم في معناتها بالعشرين تلاثين واحد يخدموا في بروجي واحد بركة. فمتني دونك احنا نخدموا براتيكما بالميتودة ذيكا. معناتها اننا نخدموا مع بعضنا. انه انشاء لنجيبوا لفكار مع بعضنا بش نطوروهم بش نجيبوا كاليتيه احسن كاليتيه ممكنة. معناتها للمتفرج متاع انه مش اول فكرة تجي المخك راهي باهية. هذيكا ديما نحنا درافت لول معناتها ولازم متلقي في الاخر. معناها حتى بنات بعضنا اه الاكثر الاكثر فان نبدأوا متأكدين منها اللي هي بش تاختف اللي كي قالها واحد فينا الاخرين زوز ضحكو. خدر ساعات فما واحدات اللي تبدأ تقول لاي نعم لهذه وهذه. للا واحد يتبسم الاخر يقول له متوسطة. اما اللي نبدأوا السور اللي هما بش يمشيه واللي كي تتقال اه زوز الاخرين يضحكو. وقتا اوان يسور تيري تتفاليدة وحدها. معنا فما دي فان يفاليدو. مدونك الكتيبة اه في الكوميديا لا تليه يصلح خاصة انه هو يكون الرقيب متاعك. خطرتها جميلة وتضحك روحك وانتي قاعد تكتبو شيخ وكل تدخل في دلير خطر سهل برشة الخط بين الدلير في الكوميديا وبين انك تكتب في حاجة كونسيستانت اه رفيع عالاخر. دونك لازمك عبد يتلقى لي معاك في الاتوليير باش اه تاخدوا تعطيوه من بعضكم. فهمتك وانتعديوه من بعض الكتيبة خاطر اه سورما انوتو ما تكتبو تخمو اكيد في في اللي بيخصون ناجم تاعكم وفيش كون بش يأدي لدوار اه هذيك. دونك هل صار كاستينغ بعد الكتيبة ولا دجا الكاستينغ كانت سيبليه من لول من من مرحلة الكتابة. الكاستينغ صار معناتها اه قايس اللي يختار الممثلين معناها يستشيرنا نحن ما لكن هو اللي يختار معنا نجم احنا عبده يقولنا لا دايما نراهش انا في الرول ستيرا. لكن احنا نكتبوه من نكتبوهش للاشخاص. نكتبوه للقصة. معنا تا مانيش بش نقول راني اليوم بش نعمل فيلم لازم يبدأ فيه كريم وبسام وصوفيان الدهش. لكن ساعات فما برسوناج تحس انه فما انسان معين يكون هو اللي يجي في الدورة ذاك. معنا تا احنا ما نحطوش خطر هداية الماء عزيز روت تقيد روحك تقول البرسوناج هذي قدوه كان كريم. اه. خاطر تولي مثلا مبعديك اتنجم تجي الحكاية مربوطة معنا عرش شانف انه البرسوناج طوله متر وتسعين. اه. كريم ما طولوش متر وتسعين. فيمتيش نقصد معناتها. ما تقيدش روحك اكت نحنا نكتبوه وبعديك نشوفوه شكون البرسوناج الممثل اللي يصلح للبرسوناج هيدا. نحطو تروحكات البروبوزيسيون. بعدي كمعا قيصون فاليد البروبوزيسيون الاحسن معنتها. الكلنا نختار ومبعاثنا البروبوزيسيون الاحسن لشكونوا معنتها. ساعات ممكن تصير النافاسة انو نبديو في وسط الكتيبة ونقول واصيبوه وتقول هيدا هو. ما تفعل ما تكتب تنجزوها خمسين سمسين مليمية من الفيلم. ولي تقول ايه براتيك مو هيدا نجح بيكون ايه كيو نسك شنو ما الليباز متاع الكتيبة الكوميدية في في تونس خلي نقوله shniyye 전اج متجاوبني. طهي يا رام هش LEBاز متاع الكتيبة الكوميدية في تونس كو هي L Давайте تعالك الكوميدية في العالم. يا يفرق الخاطرنا انا ما عاش ما نفرج كيف كيف نعود ونقول انا نشوفها يفر تعالك الكوميدية في تونس اوutyا مثلا في فرنسا. اه ما من الباس تعالك الكتيبة هما نفسهم إلى نفسهم لباس تعالكتيبة خاطر انت تكتب وبور الاسيتيويسيون كوميك معنتها المنطوق بالكلاب معناتها عندهم باكراوند معين. فما ديفان يضحكو لهم في مصر ما يضحكوش عليهم في تونس. خاطر المصاروة عندهم باكراوند معين مش نحنا معانيش. لكن الوضعية انه اه ما نعرش انا كيما مثلا عن نحنا في اليوم في السيتكوم. واللي هي في الفيلم كانت الاباز السيكونس اللي بيش امه بيش تعملوا الكوستيوم بتاع البطل الخارق وتخرج له كوستيوم خايب. اي اي اي. ادي كم عندها الوضعية ديك وضعية اونيفرسيل معناها انه واحد عطاها ثيقة في شخص غير كفء انه يعم يعملوا كوستيوم بطل الخارق. اذيك طول الفيكيو اللي عنا نحنا على الابطال الخارقين قد هومش ديبوغوس وقد هومش يبدالنات هم محليهم وقد هومش يدرشنية. كيبش يخرج بالكوستيوم اذيك العبيد كل بيش تعمل حكا. ومك اللي تختار لك دا بشكل خايب. ومك اللي تختار لك دا بشكل خايبة ذيكا مربوطة بتونس. دجا دجا الفازة هذي انتي دجا قلت لي توا انتي جبتل على السيكونس هذي. لكن مثلا هذي شفنا حاجة كيفة في مثلا ديت المتعارف عليها للبطل الخارق في في العالم. في العالم. وحتى وحتى كان الكوميدي خطو مثلا ديت بول كوميدي. دونك كيفاش تعاملتم مع الوضعية هذي هل هل كان تلكم مشكلة مثلا جيوا تكتب حاجة ضحكتك تقول اه لا عملوها مثلا في الفيلم الفلين دونك نبعد عليها. فما برشة فليم يعني بتاع كوميديا تقوم على البطل الخارق يعني ابطال ابطال خارقين فلا تفهم كوميديا معنتها. دونك احنا متفرجين فيهم براتيك ما قبل ما نبدأوا نخدمه عاودنا تفرجنا فيهم احنا بش ن بش نقربوش بارشة العالم اذاك بش ما يقولوش العباد راو يشبه بش احنا بيدنا نشوفوا حاجات جدد بمعناها فهمتني. فهمتك. وحاجات مرتبطة بالشعب معنتها حاجات مرتبطة بالفيكو متاع التوينسة مرتبطة بالواقع متاع التوينسة. لسيطوات يكون ونيفرسال لكن المنطوق والوضعية والاحداث اللي تصير فيها مربوطة بتونس اكثر فهمتني. فهمتك. والفكرة ككل اللي كتكتبو فيها من الول كانت دوباز ديستيني الفيلم. اي. فكرة الباز فيلم. وبعد ديك كيفش اه كيفية جدت فكرة انه يكون سيد كومي تعدها في رمضان. وشنو ما اللي شانجمون اللي صاروا وقتها في في الكتيبة ولا في الاخراج ولا في في القصة ككل. باهي شوف هو هو الفكرة ملول كانت فيلم. وبش نرجع لك شوية على الواحد اللي نحنا الفيلم كتبناه. واحنا كنشيون اللي بش يجمع برشة اه صور متعارف عليها من السوبر هيرو ونزيدوا فوقهم الإدنتيتات التوينسية. معنا هذك اللي هذك اللي هذك اللي عملت نجاح العمل. ومبعد اه كيكملنا الفيلم. اه فهمنا اللي كنا ادخلنا ملول في سبق الخيرثين وبعد عرفنا اللي ما نخلطو. دونك اه 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 بتلازينا بش نعملو اه سوبرتونس يردو في سيد كوم ونحنا كنا محاضرين لبلان بي شوي. الفرق بوتاتر هو انه الفيلم بش يكونوا الاحداث اه اكثر اه اكثر مركزة اكثر معناها تبدل الاحداث اقرب لبعضها متراسلة اكثر دونك واحد في 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 السيد كوم انك تخلي نفس تخلي نفس التراسل متع الاحداث وتخلي المتفرج دي ما متحوق بش يشوف في السنين الحل. وبنفس الكاليتين متع ذمار متع الفيلم. ان شاء الله معناه وفقنا في هذا انه خاطر اه زيدة بدينا بدينا نفهمه خاطر بالخبرة تبت تكتسبها تبت تفهم كيفاش اه شنو كيفاش الادابتاسيون تصير خاطر مش هول مرة انا عملوها كيفاش الادابتاسيون تصير من فيلم السيد كوم. دونك اه حسب ما ما نفهم هنا هل انه تعتبروا العبيدي اللي تفرجوا في الفيلم تحرموا من السيد كوم في رمضان. معناه اسكوا تظلموا. لا. جملة زيدة. فما جديد. فما بارشة جديد. معناه الفيلم يخرج لك كان حلقتين. بقى ثلاثة حلقات ماكسيمو. فما خمسطاش احنا عنا. فما اتناش حلقة فيها ماتير جديدة ما شافوهاش معناه العبيدي اللي مشيهوا للسينيما وما تفرجوش فيها. وابارا ذاك عزيز راو الاهم ما انا في رأيي في السينيما هي الاكسبريونس كلها. في انك تهز عائلتك وتمشي تتفرج في فيلم تضحك وعت اهم بارشة من انه تقول راني. لا انا عرف هالسيكنس ما عرف هاش شفتها ما شفت هاش. هذيك التجربة ذيك. عنا احنا الفيلم راو فما عبيدي انما يبعثولي في مساجات على الانستقرام ولا كاريم ولا احمد. يعني انت راو فما عبيدي تفرجو في الفيلم اربع مرات. معناه حافظينه الفيلم وليه. ويضح كوف الاربع مرات ويبشي ويبدي يستنى معناه يقول له انا راني جاي بش نفرج في هذي تاوي كاليومة كهو. معناه فمتني معناه بش نفرج في هذي وهي كهو معناه. فمتني معناه. ايه. هذهك الحاجة اللي الواحد يحمد ربي انه حتى في الاعادة العبيد تطفحك ديما معنا فمتني دونك خات البرودوي فيه برشة نفس جديد فيه فريشور جديدة دونك تخلي تحس روح قاعد مكش قاعد تفرج في حاجة مربوطة بالقضم. معناه لسيطوات في حد ذاتهم همش ما شفنا همش قبل. مانيش في وضعيات متاع واحد قاعد مع مرت وتخلى عليه سيرق ولا واحد مع خطيبته ودراشنية تفهمتش نقصد معناتها الوضعيات الكل هم في حد ذاتهم تشبه حاجات جديدة برشة. وذي اللي خدمنا عليه نحنا يانا واحمد وقيس في انه ثم الف وخمسمائة سكيتش تعاملوا من الثورة لليوم معناتها في القنوات التونسية استنسفوا الوضعيات الممكنة لكل للكوميديا معناه فمتني فنحنا قعدنا انه واحد يقعد يقول عندها فم افكار يجي ونا ما ديك تقول ليه هذي تشبه الحاجة تعملت مثلا تعديت في دراشنية هذي تشبه الحاجة تعديت في دراشنية نحياها حتى وكانش بها رو نحنا بركة في قباها ولا تحسها. ما دي فيه كان ذاك. بفي انه نعملوا حاجة ما تشبهش لبرشة حاجات صارت قبل معناتها تبعد ياسر على الموجود قبل ب تكون اتخيل واتخيل هذا اللي خليكم من من توب وان خلينا نقوله في في رمضان السنة ديجا هذا هو اللي مش هاجوا نحكيه عليها شوي اخر مش نحكيه زدها على الساحة الكوميدية في تونس وين وصلت خاطر نعرفوها من من السنين قديمة اللي توت بدلت سيغمات في موجوه جديدة فم نوع اخر متعظمار جديد. ذلك نقبل هذا الكل عنا نخرج في فاصل صغير مع واسين بالعربي في اش دي. اشتركوا في القناة 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 شكراً لكم 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 نحن الكوميدي لي ما يتبعش معنا ما يكونش أجور هو معارش شروحوا عليش خاطر يقول لك اسمع شاباب تو ما ش بيضمرهم ولا هك معنا يمشي مع الجنراتي صحيحوا عليك ذلك إذا كان موش فهم ويدخل في كونفلي معهم بيش تحس الجنراتي هذيك بطبيعة الحال بيش تنوا فضوه الكوميدي اللي يقعد يقول لك كوميدي مخضرم هو اللي يتطور مع يتبع يبدأ مطلع يبدأ عنده بيقل لك شكراً ما منا هانا من دخلش فيسبوك لا يتبع فيسبوك يتبع اللي جون فيش قاعدين يحكيوا في فيسبوك يتابع ليجون كيفاش قاعدين يحكوا في الشارع وهكيك هو ينجم يكون اه معناها اه 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 اجور. اه اه لجنراسيون جديدة دي ما شوف معناها لست هذك استمرارية الحياة معناها ممثلين كسوا درامين ولا كوميديين بيش يكون فهمها ينجراسيون وتالوها ينجراسيون يقعدوا منها ملقدم يقعدوا كعبتين اللي هما مواكبين ولا عندهم دي كباسيتات تكنيك ولا طالن ولا خطرهم معناه لسيو ديتين بتاعهم خليتهم يقعدوا ولو لجنراسيون جديدة وبعدتوا تصبح جنراسيون جديدة جنراسيون قديمة وهكذا دوليك سنة الحقيقة يعني درسة. وزينا قاعدين شوفوا لاخي غما فهم حتى حد ينجم ينكر انه توا الكوميديا في تونس مقسمة دي كليك خاني نقولوا دي جروب دي جروب. فهمة الجروب الفلاني الكل معناه يخطبوا في خدمة والكل معناه عندهم الجمهور متاح ماذا اكيد. دونك عليش قاعدين نشوفوا هاكا في الساحة توا. الله هاتيه. والله ملاحظة. يعني بالنسبة عارش نجاوبك على السؤال متاع الكليك والواحد انا من الحقيقة ما اعتبر روحي لا انت ميل المجموعة معناتها المجموعة الوحيدة اللي انت ميلها هي انا واحمد وقيس. مهم. معنات احنا كليك دي جاء. فبعتيك الكليك الاخرين والله ما عندهم حتى. ليحب ينظم. ليحب ينظم. معناتها يا نجم يكلمني. ولا يكلم محمد ولا قايس ما راح ببيت طل معناتها حتى مشكلة. احنا معناتها منفتحين على كل الاراء. كل الاراء. اي. وسيناء بخصوص انه الكوميديا والجنراسيون والاجياء اللي قاعدة تطور. يعني يظهر لي كاميل تويتي هو المثال الحي الضاحظ لهذه الفكرة. معناتها. معقول. سي كاميل ضحك في التسعينات وضحك في الالفينات وضحك في الفين وعشرة حتى الفين وتسعتاش ودخل وضحك من الفين وعشرين لليو. وشي قاعد يضحك لانه يفرق بين كل ممثل وممثل. ثم ممثلين قادرين على القيام يكونش بحجيرات المخلة كما يسميوهم اللي هما يضحكوا بطريقة معينة اللي اثر بتاعمه موت واللي سيبان تبلاح. سي كاميل معنات عنده قدرة في انه يتلونه في انه يفهم المتطلبات متاع الكوميديا طويكة شنية وانه اللي يعرف انه هذو ما حاجات كان يعملهم قبل في التسعينات ما يضحكوش لكن كيعملهم طويكة يضحكو وانه الحاجات اللي كان يعملهم في التسعينات يضحكو وطوي كان يعاودهم ما يضحكوش. تدخل فيها بنسبة كبيرة برشا هي الطالان كيما عادل امام معناتها عادل امام روضحك من السبعينات حتى الفين وعشرين. بعد خمسين سنين هو يضحك في العبيد في العالم العربي الكل مش نحكيوه في واحد متى يضحك في مصر يضحك في العالم العربي الكل. لانه قاعد اجور وقاعد كل مرة يبدل في الكوتاب اللي يكتبو له. ما قاعدش مع يكتب مع نفس العبيد اللي تكتب له. ما قاعدش يكتب الروحه. لانه هو يقول لك انا حتى كان انا منيش اجور. العبيد اللي تكتب اجور. دونك انا جو فيه للعبيد اللي تكتب لي. فيمتني ساستريز امبرتون. معنتها من الحاجات الاخر هذه معنتها الفكرة الاخر انه مثلا كاميل تويت يكتب له طهر الفيزع. ضحك. يكتب له حاتم بالحاجة. ضحك. يكتب له نحنا اليوم ضحك. ما عارضش خدم في بوليس كيف كيف ضحك. معنتها في برشة اعمية. معنى ما نجمش نسمي العمية متاع كاميل الكل اللي يضحك فيهم. لكن اتعدى العبيد اللي عبيت قبلوه لانه هذاكش معنتها انه ممثل عنده وانتا لا وممثل معنتها قاعد سريو وامبليكي في الخدمة برشة وما يعتبرش روحه في برج عاجي متاع انا راي ضحكت قبل معنى نجم نضحك توا معنى. معنى كامل معنى ذي نحكي فيها انا واحمد ديما انه نستغرب انا لليوم. معنى انه كاميل ثويتن بعد كل سيكونس يجي يسئلني يا راي يقول لي بيه يا. معنى هيا ما. فهم معنى انتي وين الراج معنى متاع انه يلسوسوسي نجم يكون فيها جملة ينجم يكون فيها جملتينة كهو معنى تلمان مركز في خدمة وامبليكي في خدمة وانه ما يخلي حتشي وزار انه الجملة يعودها برشة مرات. انه الطريقة اللي بشي يقول بها يعودها برشة مرات. بيقول لك شكاولك ينقولها هكا شكاول ويتشاور برشة مع المخرج ويحكي برشة مع المخرج بش يفهم اكثر. معنى هذاش معنى انتها واحد امبليكي وش معنى انتها واحد طالنطيو عنده بالات كبيرة متاع بروبوزيسيونيات للمخرج يعطيهم وللي سيناريس يقولوا راني انا جي بريفير مثلا نحنا يقولنا برا جي بريفير ما اقولش الجملة هذي جي بريفير نعمل ان جي ست بيدي مثلا. مهم. فهمتني انا حتى كموش عزبتي مش قولوا بيها هي سيكامية لعم اللي تحب بمعنى انت منجمش نجي خلسك. فهمتني. ما اقول هاي. دوك اه شكرا لكم. يا عيشة عيشة. شكرا لكم زينا عبدين مستوري واحمد سيدة حكينا على السوبر تونسي السيدكوم اللي تعاد على قنة نسمة تلت شهر رمضان. دوك ناج ما تعودوا ترجع وتتفرجوا في الانتيرفيو على نوباج فيسبوك ويوتيوب نخلي لكم الكلمة الاخيرة. شكرا لك عزيزة شكرا لكافة المستمعيين شاء لكونوا عدته وقت طيب معنا وشكرا لكل ما نسيها ما في نجاح هذا العمل من احمد قيس المخرج الممثلين لكل معنى انت منحبش نسامي باش ننسى والمنتجين معنتها جروب جوبانتيني واقع قناة نسمة. والشكر خاص وكبير جدا للمشاهدين اللي عطوا فينا الثقة في انهم يتلمون بعد شقان الفتر مع انت يتفرجوا فينا نحنا. خليت حتى كلمة لأحمد دو نقول سبحانا خيبوش. مش نشكرهم اللي شكرهم هو الكل ونشكر المشاهدين ونشكر ونشكركم احنا على عمل هذا الحقيقة اللي قاعدين نتابعه فيه برشة التوانسة تيلة شهر رمضان. الواعد ما زيل متواصل في اليوم رمضان حتى اللحدة شمتعليل. دونك شوية اخر نتعديه الديجيتالك مع محمد بزويش ونيزار زغايل اللي هما ديسان ديس انفلونسور نحكيه هنا على الماكلة نحكيه هنا على دي ريسوران على دي بان بلان بالنسبة للدمق كما يقول التونسي هذا يقول نتابعه في ديجيتالك شوية اخر.